موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين في هذه الانتخابية والتي نقدمها مباشرة من السيديو الميادين في بغداد والبداية مع العنوي موسيقى أكثر من مليون عراقي يدلون بأصواتهم غدا في التصويت الخاص وبالخارج والعبادي يدعو إلى الانفتاح في تشكيل الحكومة المقبلة موسيقى أبناء الموصل يصويتون للمرة الأولى بعد تحريرهم من تهديدات المسلحين والإرهاب موسيقى الهيئة المستقلة للانتخابات تعقد اليوم مؤتمر صحفيا لإعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية التونسية موسيقى وفي لبنان احتواء الإشكالات الأمنية التي اندلعت عقب الأعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية موسيقى موسيقى إذن أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الانتخابية والتي نقدمها مباشرة من العراق الذي ينتظر فتح صندوق الاقتراع للانتخابات التشريعية المرتقبة السبت ونعرج خلال هذه الانتخابية أيضا على آخر التطورات مع انتهاء الانتخابات البلدية التونسية والتشريعية في لبنان ونبدأ هذه الانتخابية من العراق موسيقى موسيقى إذن تنطلق يوم غدا الخميس انتخابات مجلس النواب للمشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي قال إن نحو مليون ومئتي ألف ناخب من المشمولين بالتصويت الخاص يحق لهم لإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة لهم وستحسب بطاقاتهم الانتخابية بعد الإدلاء بأصواتهم وأعلن تمديد فترة تسليم بطاقات الناخب الإلكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أن الحكومة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة ودع جميع الكتل السياسية إلى الانفتاح بعضها على بعض في تشكيل الحكومة وأضاف أن العراق مقبل على مرحلة أعمار وبناء وإنجاز لملف الطاقة والكهرباء رئيس تحالف الفتحة العامري أكد أن تحالفه يحمل مشروع التغيير الكامل والإصلاح الشامل وأولى الأولويات عادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها الرسالة الأولى إلى المفوضية العليا للانتخابات وإلى القضاء وإلى الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية الانتخابات أقول لهم إن أصوات الناس أمانة بأيديكم وأمانة في أعناقكم فأملنا بكم كبير أن تحافظوا على هذه الأمانة ورسالتي إلى كل الوطنيين رسالتي الله الله في الوحدة الوطنية الله الله في هذه اللحمة حافظوا عليها ابتعدوا عن التسقيط والتشهير لا تصدعوا هذه الوحدة من خلال هذه الحملة الانتخابية لأننا سنعود وندس بعد أيام ماذا تقولون المرشحة عن اتلاف دولة القانون فيروز حاتم أشارت في اتصال مع الميادين إلى أن العوائق التي تواجهها المرأة العراقية في الحياة السياسية تتمثل بالطبيعة العشائرية والعقلية الذكرية الحاكمة للحياة السياسية في البلد أسف الشديد أقولي أن قانون متعرج يعني قانون لم ينصف المرأة وإنما قانون موضع للأساس للكتل السياسية الكبيرة والأحداث السياسية الكبيرة لأننا مشكلة كبيرة في العراق لحد هذا اليوم المرأة تعاني من الإطباء والتغنيش هناك مشكلة كبيرة في العراق مشكلة كبيرة والمشكلة هي أن المجتمع مجتمعنا مجتمع بكوري والعقلية بكورية مترسخة طبيعة مجتمعنا المجتمع القبلي والعشائر لكن للأسف هناك أزمة تفق بين المرأة والمرأة المرأة لا تنطف بمرأة وتنضم إلينا من بغداد المرشحة عن تيار أو تحالف التضامن سيدة إسماء القيسي نرحب بك سيدة إسماء ونسأل بداية ربما حضرتك استمعت معنا لما تحدثت بها المرشحة عن اتلاف دولة القانون سيدة فيروز حاتم حيث أشارت لأن أبرز العوائق التي تواجهها المرأة في الحياة السياسية هو طغيان العقلية الذكورية إذا صح التعبير كما ذكرت سيدة فيروز على الحياة السياسية وأيضا طبيعة العشائرية المجتمع العراقي هل تتفقين مع هذا الحديث؟ السلام عليكم شكرا لاستضافتكم لي في هذا الرمجكم أنا عم أتفق مع السيدة فيروز ولكن أحنا أؤكد على نقطة واحدة أنه بإمكانك أنت كامرأة أن تخوضين التجربة وتقدرين تأثرين على المجتمع اللي أنت عايشة بي يعني إحنا مجتمع أشائري صحيح مجتمع ذكوري صحيح لكن استطعنا وبحمد الله أنه ندخل بأكثر من مؤترك من مؤتركات الحياة الداخل العراق لذلك يشوفون أدنى الفرلمانية وعندنى رئيسة المنظمة وعندنى قائدة المجتمع لكن الدرجات العليا أحنا هي هذه اللي نفتقر إليه درجات عليا لا تسمح للمرأة أن تتبوأ مثل هذه المناصب الدرجات العليا يعني ما يصير وزير رئاسة الجمهورية ممنوعة مثلا رئاسة المجلس الوزراء ممنوعة لنا رئاسة الوزراء فهذا اللي نطمح أنه يكون للمرأة أكثر دور فعال وأكثر يعني فرصة أكثر أوسع للمرأة داخل الحكومة طيب إلى أي مدى في هذه الانتخابات والنتيجة التي قد تفرس بعد هذه الانتخابات قد تساعد المرأة في أن تتسلم يعني مراكز تنفيذية أو مسؤوليات تنفيذية احنا بالنسبة أنه يعني آني يعني أشوف يعني تقريبا نفس الفرصة اللي حصلت فيها سابقة رح تحصل هذا الوقت إلا اللهم ربي إنه هناك بعض الكتل إنه هي أساسا يعني هي متنورة بأنه يجب أن تأخذ المرأة دور أكبر وأكثر تطلعا يعني مثلا إحنا بتضامن يعني أنطونا حيز أكبر من بقية الكتل فهذا يطينا فتدافع يطينا فتحافظ إنه إحنا نقف يد واحدة لكي تأخذ المرأة مقانتها الحقيقية داخل المجتمع الحرافي نعم طيب على صعيد برنامج تحالف تضامن الانتخابي تركزون على ترسيخ المبادئ مبادئ الدولة المدنية العمارة على مكافحة الفساد وهو عنوان مشترك بين أو في جميع البرامج الانتخابية لكافة التحالفات أيضا العمل على تشريع القوانين التي ترفع المظلومية وإعادة النازحين وأعمار المدن التي تعرضت لضربات اليوم كيف تجدون تفاعل قبل الشارع العراقي تحديدا في بغداد مع هذه العنوين المطروحة خصوصا أنكم اليوم كتحالف تضامن مكون إذا صح التعبير جديد في الحياة الانتخابية في العراق المطروح بالشارع هو طبعا هذه الشعارات لكل رفعها لكن من من الكتل هي رح تكون عندها مصداقية بالتعامل مع كل مفردة من مفردات برنامجها السياسي هنا تطمن الحقيقة هل إنه الكتل التي رفعت هذه الشعارات ستطبقها أم إنها مجرد حبر على ورق لكن إحنا بالنسبة كتضامن وبالنسبة آني كمرشحة مستقلة لأن تضامن يعني ضمن برنامج السياسي أنا آملة على هذه المفردات ولي سابقا يعني كتابات ولي أيضا في داخل يعني نازل الميدان ومنفذ جزء من هذه المواضيع فعندما نتبوأ منصب إن شاء الله إحنا رح نكون اليد الفائلة لتفئيل هذه المفردات وتفئيلها أما بالنسبة للفساد الإداري فما أقنع نفسي أنه بين عشية وبحاء أقدر ألغي الفساد الإداري لكن تدريجيا ممكن ممكن أما بقية المفردات فإحنا مع النازحين ومع المرأة المتضررة مع العوائل المهجرة فإن شاء الله لدينا برنامج كامل ومدروس لكل فقرة من فقرات اللي طرحها التحالف واللي طرحها برنامجي الانتخابي طيب اليوم تحالف تضامن مع من يجد صلات أو نقاط مشتركة ربما مع غيره من التحالفات لتأسيس لتحالفات ما بعد الانتخابات نحن حاليا ما تقدرين أنت الشخصين مع من تكونين لسبب واحد أنه تعرفين قبل الانتخابات الجميع يعني يكون في قمة النزاهة وقمة الأخلاص وقمة الوطنية لكن عندما يدخل قبة بفرلمان بعدها يكون المفصل ويكون المحق يعني ما أقدر أشخص بحالة معينة أنه أنا رح أتلف مع فلان أو أتلف مع فلان والدليل على ذلك أنه كثير من الكتل حاولت أنه تنضم للتحالف وكثير من الأشخاص بالأساني حاولوا الانضمام للتحالف لكن التحالف رفضهم لأن أكو عليهم يعني تعرفين قدة ملفات وعدة شغلات ونحن من يقدر نعرفها فداخل قبة البرلمان عندما يدخل يفوز التحالف ويدخلون أعضاء ذاك الوقت نقدر نحدد مع من نكون وضد من نكون نعم إذن سيدة أسماء القيس المرشحة عن تيار التضامن في بغداد شكرا جزيلا لك استعد المصريون لخوض الانتخابات التشريعية بعد تحليل المدينة من داعش توقعات تشير إلى نسبة مشاركة قد تكون جيدة وذلك قياسا إلى عدد الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية وأبدأوا استعدادهم للمشاركة الفاعلة أملا في تغيير واقع المحافظة وأمار ما دمرته الحرب محمد الفات استعدادات ناخبي محافظة نينوى شمال العراق تبدو مختلفة هذه المرة فالناخب على عكس ما ساد سابقا بات يتمتع بحرية المشاركة بعيدا عن تهديد الجماعات المتطرفة التي كانت تستهدفه طيلة التجارب الماضية وهذا ما فرضته عوامل تحرير المحافظة من تنظيم داعش وتثبيت الأمن خيارات الناخب هي الأخرى لم تعد محدودة في ظل احتدام التنافس بين عشرات الأحزاب والتيارات الجديدة التي ترفع شعار الإعمار وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها الشارع المواصلي كلها المرة عازمين على الانتخابات والناشد من هذا المكان كل الأخوة يطلعون على صناديق الاختراع وإن شاء الله يريد وجوه جديدة ويريد أعمار ويريد بناء لأن المواصل منكوبة اليوم المواطن المواصلي يبحث عن التغيير اليوم المواطن المواصلي يبحث عن الوجوه الجديدة باعتبار أن الوجوه السابقة لم تقدم له شيء وبالعكس أخفقت في عملها السياسي مسؤولية ليست باليسيرة تنتظر من يفوز في الانتخابات التشريعية ممثلا عن مدينة أم الربيعين الموصل فملفات الإعمار والخدمات والنازحين وغيرها قد تكون امتحانا صعبا لمن سيحصل على ثقة الناخبين الإقبال الشديد من أهالي محافظة نينوة إقبال شديد جدا للانتخابات لغرض التغيير يريدون تغيير الوجوه يريدون تغيير واقع الحال المدينة اللي يعيشوها حال محال باقي المحافظات الأخرى تغيير خدمات تغيير الوجوه المطالبة بحقوقهم أكثر من مليون ونصف هو عدد الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية في عموم محافظة نينوة والعدد قابل للزيادة بعد تمديد عمليات التسليم إلى ما قبل موعد الانتخابات بيوم واحد امتثالا لطلب عدد من المواطنين الذين غيروا موقفهم من العزوف إلى المشاركة بدافع تغيير الحال والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت بعد التحرير يستعد الموصليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية انتخابات يقولون عنها بأنها مختلفة عن السابق لجهة همومهم ومطالبهم التي تزاحمت مع برامج المرشحين محمد الفهد مدينة الموصل الميادين ويبقى معنا زميل محمد الفهد مرسل ميادين من الموصل محمد يعني المزيد من التفاصيل كيف رصدت الشارع الموصلي اليوم لما لهم خصوصية هذا الشارع خصوصا بعد معركة التحرير من داعش كيف أيضا يتفاعل مع البرامج الانتخابية اليوم المطروحة قبل المرشحين وتحالفات نعم دينا الشارع الموصلي هو مختلف عن الحق بالماضية بات الشارع اليوم يتمتع بهامش من الاختيار بهامش من ممارسة هذا الحق الانتخابي على عكس التجارب الثلاثة الماضية التي كان المواطن فيها في دائرة الاستهداف السابق باعتبار أن كانت هناك مناطق رخوة في المحافظة بعد الانتصار الكبير على المحافظة انتقل المحافظة إلى وضع جديد هذا الوضع أيضا فرض حتى على الطبقة السياسية والمرشحين في الموصل التعامل بحذر مع المواطن لأن وكذلك نظرته للواقع اختلفت عن السابق لذلك وجدنا البرامج الانتخابية التي رفعها المرشحون تحاشت كثيرا وابتعدت أيضا عن الشحن القومي المذهبي القضايا السياسية الحادة الجميع هنا قاسمهم المشترك أقصد المرشحين والتحالفات والكتل السياسية البرامج متشابهة قاسمهم المشترك هو إعمار ما دمرته الحرب ضد داعش انتشال المدينة من الواقع المعيشي الصعب بسبب الحرب وأيضا تقديم الخدمات اللازمة وتوفير الوظائف للشباب وهي ربما تختلف عن باقي المناطق العراقية والانتخابات والتي وضعت عدة مسارات لتوزيع البطاقات الانتخابية والتسهيلات بات يتفاعل مع الجو الانتخابي والدليل أن هناك مليون وخمسمائة ألف مواطن تسلموا بطاقاتهم الانتخابية من بين مليونين ومئتين وخمسين ألف وهذا يعني أن هناك ربما حماسة لدى الشارع الموصل للمشاركة في الانتخابات أهم العوامل التي تدفع المواطن الموصل للمشاركة في الانتخابات هو اختيار من يمثله في البرلمان العراقي ومن سيحمل على عاتقه المسؤولية الكبيرة وهي مسؤولية تثبيت أركان المنجز الأمني المتحقق هذا أولا وأيضا إعمار المناطق المدمرة ولسيما من نفس المواطنين التي تتجاوز العشرين ألف وحدة سكنية أو أكثر من ذلك بسبب الحرب على داعش لذلك من هذا المنطلق نرى الحماسة والتفاعل لدى الشارع في مدينة الموصل ومحافظة نينو بشكلنا كامل مع هذه التجربة الانتخابية لا توجد هناك فعاليات لمقاطعة الجو الانتخابي من لم يستلم بطاقته الانتخابية فهو يحسب ضمن فئة العزوف عن الانتخابات كما هو الحال بحتفت مناطق العراق أو محافظات العراق الأكثر استقرارا كذلك الساحة هنا في الموصل أصبحت متاحة للجميع والدليل أن هناك خمسة وثلاثين تحالفا وتيارا وحزبا ومرشحين مستقلين هم يخضون هذه الانتخابات وأيضا هناك مختلف التيارات والأحزاب التي تمثل مكونات المجتمع العراقي هي تشال في هذه الانتخابات كما أن التنافس الانتخابي شهد ابتعادا عن التسقيط السياسي المباشر وابتعادا عن الشحن وكذلك الاستهداف المباشر بين الأفريقاء السياسيين لأن الشارع أو التعامل مع الشارع الموصلي المواطن اليوم هو ربما أصبح نقطة الاستقرار للوضع وبالتالي المرشح هو يخشى أن ينادي المواطن ربما بأهداف وشعارات تشابهم السابق على استمالة الناخب عاطفيا عبر مناداته قوميا ومذهبيا لذلك الإيقاع الانتخابات هو الآن يسير وفق ما مخطط له نعم دينا يبدو الشارع الموصلي متحمس لهذه الانتخابات لكن كيف أيضا ترصدون الاستعدادات الأمنية الخطة الأمنية الموضوعة في الموصل أيضا نعم إضافة إلى الخطط الأمنية العامة التي كانت تجري في الموصل لحفظ المنجز الأمني وضعت خطط عديدة لحماية الانتخابات من قبل قيادة عمليات نينوة من قبل قوات الجيش العراقي جهاز مكافحة الإرهاب الشرطة التحادية التي تشرف على الارتكاز في المناطق وتأمينها تم أيضا تعزيز الجانب الاستخباري في داخل أحياء مدينة الموصل وأيضا نشر قوات من الشرطة المحلية وكذلك قوات الجيش في المناطق والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوة ولسيما في الجبهة الغربية نتحدث عند مناطق تل أحفر وسنجار والقرى المحيطة في الجانب الغربي كذلك اليوم تم نشر أكثر من 300 عنصر من الشرطة المحلية في الطريق الرابط ما بين حمام العليل والقيارة إلى الجنوب من الموصل أيضا لتأمين هذه المنطقة علاوة على أن داخل الموصل في مركز الموصل هناك انتشار للأجهزة الاستخبارية التي تشرف على ضبط إيقاع الأمن في المنطقة كذلك تم توزيع مهام حفظ الأمن في المراكز الانتخابية المنتشرة في عموم محفظة نينو تحدثت القيادات الأمنية عن أنها ماسكة بزمام الأمور وكذلك طيلت فترة انطلاق الحملات الدعائية والإعلان عن أسماء المرشحين لم تسجل أي حوادث تستهدف الكتل والكيانة السياسية ولا حتى المرشحين وبالتالي بدأت فعليا في محفظة نينو وخطة حماية الجو الانتخابي والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع انفوضية الانتخابات وكذلك بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في المحافظة نعم دينا نعم إذن زميل محمد الفهد موفد الميدين ومرأس الميدين من الموصل شكرا جزيلا لك هذا في الموصل لكن تنافس في إقليم كردستان يبدو في إطار الانتخابات البرلمانية العراقية يبدو مختلفا هذه المرة هذا التنافس وصل حد الاتهامات المتبادلة على خلفية قضايا جوهرية كاستفتاء الانفصال والأوضاع الاقتصادية وقع التنفس في إقليم كردستان في تقرير موفد الميدين لأربيل حازم كالأس ليس ورديا واقع التنافس الكردي الكردي في الانتخابات البرلمانية العراقية هذه المرة وليست تبعات استفتاء انفصال الإقليم أول الأزمات ولا الأوضاع الاقتصادية والاتهامات بالفساد آخرها ملفات شائكة وخلافات جوهرية كشف عنها المرشحون الكرد وقادة أحزابهم في الحملات الدعائية الحرب المقبلة ستكون حرب تطبيق بنود الدستور العراقي وتحصيل حقوق الشعب كردستان هذه الانتخابات تمثل تحديا على غرار الاستفتاء الذي حظي بالتأييد الكاسح الاستفتاء لم يفشل ولا أحد يستطيع محو حق الكرد في تقرير المصير ما بعد استفتاء إقليم كردستان ليس كما قبله صحيح أن البعض يمكن أن يلوح مجددا في إطار الدعاية الانتخابية بورقة الاستفتاء إلا أن الغالبية تتفق على مبدأ الحوار مع بغداد لحل مشكلات الإقليم على ما يبدو وإن كان لكل طريقته ونهجه نعلم أن هناك نواقص ومطالب كثيرة لكنها تعالج في بغداد وليس في أربيل ومن خلال تنفيذ الدستور بشكل كامل المنافسون متخوفون من الاتحاد الوطني وجماهيره وقوته ويعلمون جيدا أنه لا يعطي الوعود الرنانة التي لا تنفذ بين الحزبين الحاكمين في الإقليم لا تواصل حركة التغيير نهجها المعارض فقط بل تتهم بعض الأطراف بالاغتيالات وتقول إنها تعمل لاستعادة الإقليم هيبته ومكانته وتتقاطع بمواقفها مع كيانات سياسية جديدة لن نسمح أن يتصرف مهربون نفط بمصير كاركوك مرة أخرى يجب التصدي لهم واستعادة حسة الإقليم في الموازنة الاتحادية والعمل على جعل البشمرقة مؤسسة وطنية بعيدا عن الأحزاد وسط هذا التنافس المحموم تبرز القوائم غير الكردية الصرفة كأتلاف النصر وإتلاف الوطنية وتيار الحكمة عدم تمكن الأطراف الكردية من التحالف قبل الانتخابات جعل من التنافس صراعا غير مسبوق وساحة لتبادل الاتهامات وهو ما سيرسم خارطة جديدة للقوى الكردية بعد الانتخابات سترخي بظلالها على واقع الإقليم وعلى العلاقة مع بغداد حازم كلاس أربيل الميادين وينضم إلينا أو يبقى معنا مفاد الميادين إلى أربيل حازم كلاس ليوفينا بأبرز التفاصيل حتى الساعة حول المشهد حازم في إقليم كردستان أبرز متطالبات الشارع في إقليم كردستان أيضا ما هي؟ نعم دينا في الواقع إضافة إلى هذه الخلافات ربما إن صح التعبير أو هذه الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب الكردية المختلفة على خلفية قضايا جوهرية مهمة بالنسبة للمواطنين في إقليم كردستان كما ذكرت في التقرير إلا أن أيضا الواقع الاقتصادي في الإقليم يحظى بأهمية كبرى بالنسبة للمواطن والناخب هنا بطبيعة الحال هناك مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الاستفتاء هذه المرحلة هي كان هناك خفض للميزانية المخصصة من حكومة بغداد المركزية للإقليم من 17% إلى 12% هذا الخفض في الميزانية أثر بطبيعة الحال على الواقع الاقتصادي هنا إضافة إلى ذلك هناك القضايا المتعلقة بكاركوك تصدير النفط الذي كان يتم عن طريق الإقليم أيضا يريد المواطن والناخب هنا أن تحل هذه القضايا فيما بعد بعد الانتخابات كل هذا مرجع إلى ما بعد هذه الانتخابات وربما هذه العوامل وتحسين الواقع الاقتصادي ومحاربة الفساد أيضا هي من القضايا التي تدفع الناخب هنا في إقليم كردستان إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع ربما من المفيد أن أسأل هنا البعض المتواجدين هنا ربما عن رأيهم في الانتخابات المقبلة هل سيشاركون في الانتخابات تفضل هل ستشاركون في الانتخابات المقبلة بعد يومين سيكون الاقتراع ما رأيكم ماذا تريدون من هذه الانتخابات نوعا كمواطن كردي وكحق شرعي يجب أن نشارك كل شخص في الانتخابات لأن في عدنا معركة مع بغداد معركة الدستور فلازم كل الشعب الكردي يختار من هو الذي يذهب إلى بغداد ويتبحث معهم هذا الوضع تقول ما قاله القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني مسرور برازاني أن المعركة المقبلة هي معركة الدستور لحقوق الأقليم ربما ما يتعلق بالميزانية والقضايا والمادة 140 هذا صحيح؟ بالضبط لأن هذا أكثر أقدر أقول لك من 100 سنة أكثر من قرن واحد الحكومات التي تأتي إلى بغداد المتتالية كلها يعني ما أعطى حق للشعب الكردي والحل حاليا يكمن في التوجه إلى صناديق الاقتراع بالضبط هذا هو الشيء كل الشكر ربما أسأل أيضا رأي هنا لا يريد أن يجيب سأسأل هنا هل ستشارك في الانتخابات؟ ما رأيك في هذه الانتخابات؟ ماذا تريدون أنتم هنا في الأقليم؟ بصراحة نحاول أن نغير الواقع المعاشي والاقتصادي بداخل الأقليم وزيادة مدخولات الشعب الكردي بصورة عامة مع محاولة إلى تغيير الوجوه والشخصيات نحاول أن نكون أفضل أو قريبين على الناس اللي هم يكونوا قريبين على الشعب يعرفون معاناتهم يعرفون مشاكلهم يعرفون الأشياء اللي هم يحتاجوها على هذا الأساس نحن ممكن أنه نشارك هناك ربما تنافس شديد هذه المرة بين الأحزاب الكردية يعني هناك إن صح التعبير بين قوسين فرقة بين وحدة الصف الكردي ما رأيك بذلك؟ بصراحة لا نرى أنها فرقة بالصف الكردي بالعكس الانتخابات الموجودة حاليا خلقت فرص كبيرة لظهور شباب جدد دباء جديدة حاولت أنه تغير الواقع الاقتصادي مفهومها للأمور سياسيا اقتصاديا حتى من ناحية اجتماعية عززة وهواية تفاصيل مقبولية الشخصيات اللي مقدمة بالانتخابات لها مقبولية كبيرة جدا على ساحة العامة وهذا الشيء طبعا رح يعود بنتائجه إن شاء الله على المجتمع بصورة عامة كل الشكر لكم كل الشكر لكم يعني هذا هو ربما مشهد صغير من الواقع هنا في إقليم كردستان القضايا الجوهرية التي ينظر إليها المواطن الكردي الأوضاع الاقتصادية هي عوامل حاسمة بالنسبة له للتوجه إلى صندوق الاقتراع وبطبيعة الحال يعني هذا التنافس الانتخابي بين الأحزاب المختلفة وخاصة الكتل السياسية الجديدة أو الأحزاب الجديدة التي دخلت على الساحة يشتد أكثر فأكثر مع اقتراب يوم الصمت الانتخابي يوم الجمعة نعم طيب حزم بحسب المراقبين هناك نوع من التشتت إذا صح التعبير وهذا بحسب أصف المراقبين في التحالفات الكردية كيف يتفاعل المواطن اليوم أو الشارع الكردي مع هذا الحديث؟ يعني كما سمعنا الآن هناك آراء مختلفة في هذا الموضوع هناك من يرى أنه أن هذه الخطوة ودخول يعني دماء جديدة إلى الساحة السياسية في إقليم كردستان أمر ضروري لابد من ضخ أفكار جديدة دماء جديدة عندما نتحدث عن تيارات سياسية جديدة كالتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح كحراك الجيل الجديد هذه تيارات سياسية جديدة وإن كان بعض قادتها هم سياسيون ربما قديمون وعريقون ولكن هذا الحراك بحداته وتواجده ككيان جديد على الساحة السياسية في إقليم كردستان ينظر إليه من قبل كثيرين وخاصة من الشباب نظرة إيجابية بالمقابل الأحزاب القديمة والعريقة والتقليدية كالاتحاد الوطني الكردستاني كالحزب الديمقراطي الكردستاني هذه أحزاب وحركة التغيير أيضا هذه أحزاب لها جماهيرها لها تأثيرها في الشارع هي التي تدير الحراك السياسي منذ سنوات طويلة في إقليم كردستان جلست إلى الطاولة مع بغداد عدة مرات وتطالب بحقوق الشعب الكردي هناك نوع من التنافس المختلف حقيقة هذه المرة مع وجود هذه الدماء الجديدة وهذا التنافس وصل إلى حد اتهامات عالية المستوى وعالية الصقف اتهامات بالفساد اتهامات بتضييع الحقوق اتهامات بالسيطرة على مقدرات الأقليم من قبل الفرقاء المختلفين وبالمقابل كل حزب سواء الأحزاب القديمة أو الأحزاب الجديدة تقول أنني أنا من أملك الحل وأن هذا الحل يكمن من خلال الجلوس إلى الحوار مع بغداد هناك إيمان بالحوار مع بغداد وتتوجه إلى صندوق الاقتراع لتشكيل ربما فريق أو تحالف كردستاني قوي بعد الانتخابات وإن كان المشهد الآن يبدو أنه متشتتا ولكن هناك أمل بالوصول إلى وحدة صف كرد ما بعد الانتخابات نعم إذن حازم كلاس مفاد الميدين إلى أربيل شكرا جزيلا لك بلام سبعيني قضى عمره جارا لدجلة ورفيقا له فيه يشعر بالحرية وهواء النهري يلائمه من شناشيل اليوم نطلع على مهنة البلام أو صاحب التكسي النهري الذي ينقل الناس بين ضفاف دجلة أنا اسمي طيف محمي وهذه المهنة القديمة من زمن لاتفا يعني باقي مننا قديم يعني شد مثلا بالمدرسة وأجي هاي وقع شغل بيتنا عشر على شواطي دجل أمور على شواطي دجل أمور وبالعطة نروح بالدوب ويا بويا بويا نشتغل بكل بطلنا أو أشتغل ويا الصيادين هذا مرحل هذا بشي بشي فتعلمت من الصيادين وما أجيب السبعة ونص أبقى ماذا للثنتين فهل فترة أقولي أربع خمش عبرات وأرجعي شد البناء ما فبته وروح شوفوا الطبيعة تزهي بديعة شوفوا الطبيعة إن هذا الشطشان شبير وغميج فمن ينقطع الجيش هيا تتولد العبرة ميل ناشت عبرة كل عبرة ما أكو ينزلون بالقفة وبالبلغ من هالصوب ذاك السوب بغاية شريعة يسموها المصبغة بسمة جودة هاي وبعدين صار الجسر الطورة قام خفت العبرة قاموا عبرون على الجسر هاي سابقاً كان يجون هذا شمو القمر وقاموا يوقفون الدوب يجيبون البلية تشيلمون يودوا للسباع للتجار والله هو النار صار بيتنا يعني نقاعدين من هالهوى الطيب هواني أحب هاي المهنمان لأن الحرية هو شوال يمني فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة الانتخابية ابقوا معنا نرحب بكم الجديد مشاهدينا في هذه الانتخابية التي نقدمها بالستوديو الميادين في بغداد ونستأنف هذه الانتخابية لكن من تونس هذه المرة وتحليل حول نتائج الانتخابات إذن أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات محمد التليل المنصري أن مجلس الهيئة سيعقد اليوم مؤتمر صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية وقال التليل أو وفق المنصري فأن الهيئة ستنطلق في إعداد القرارات الترتبية الخاصة بالاستعداد للإعلان عن النتائج الأولية من خلال ذكر عدد المسجلين والأوراق البيضاء والأوراق الملغات والأوراق الصحيحة وعدد القائمات التي حصلت على مقاعد وينضم إلينا المزيد من العاصمة التونسية مراسل ميادين مراد أو عماد الشتارة أهلا بك عماد نسأل بداية حول مزيد من الانتباعات عن نتائج الانتخابات بداية عن نسبة الاقتراع المنخفضة في تونس نعم دينا بالنسبة للمؤتمر الذي ستعقيده الهيئة سيكون تقريبا بعد ساعتين من الآن وسيعطي بشكل مفصل نتائج الانتخابات البلدية نتائج الأولية طبعا بالاعتماد أو ذكر مفصل للأوراق الملغات والأوراق البيضاء وما إلى ذلك ولكن حسبيا بالاعتماد على النتائج الجزئية التي استوفت الإعلان عنها مساء أمس الهيئة حسبيا النسب تعطي الأولوية للقائمات المستقلة بـ 32.65% المستقلون في الصدارة لذلك حركة النهضة بـ 28.56% النداء بـ 21.22% في المرتبة الرابعة والثالثة من حيث الأحزاب حزب التيار الديمقراطي بـ 4.22% ثم الجبهة الشعبية بـ 3.4% فيما يتعلق بالاتحاد المدني وهو ائتلاف سياسي يضم 11 حزبا حقق نسبة 1.20% هنا من خلال هذه المعطيات التي تم التوصل إليها حسبيا بالاعتماد على النتائج الجزئية يمكن أن نتبين أن غالبية الأصوات كانت أسندت إلى القائمات المستقلة إذا منظرنا إلى نسبة الإقبال الضعيفة التي كانت في حدود 33% ويعني أكثر من 581 ألف صوت أسندت للقائمات المستقلة هذا الرقم يمكن أن نستشف منه أن هناك شبه خيبة أمل في الأحزاب وهناك تراجع في ثقة الناخبين في الأحزاب وبالتالي أسندوا أصواتهم ومنحوا ثقتهم لقائمات مستقلة ولم يصوتوا للأحزاب التي تدير الحكم هناك حسب الأرقام بالنسبة للأصوات دعنا نقول تراجع رغم احتلالها يعني المرتبة الأولى من حيث الأحزاب حركة النهضة فقدت بالمقارنة مع استحقاق 2014 أربعمائة ألف صوت وبالمقارنة مع سنة 2011 النهضة خسرت تسعمائة ألف صوت فيما خسر نداء تونس في هذا الاستحقاق بالمقارنة مع استحقاق 2014 في أربع سنوات فقط خسر نداء تونس تسعمائة ألف صوت نحن نتحدث عن أن حزبيا النهضة والنداء في الصدارة ولكن هناك تراجع من حيث ثقة الناخبين في النهضة والنداء وهناك صعود للتيار الديمقراطي والجباة الشعبية دعنا نذكر هنا بأن النهضة والنداء خيروا الترشح في كل الدوائر الانتخابية النهضة ب350 قائمة مترشحة والنداء ب345 قائمة مترشحة أما التيار الديمقراطي الذي حل ثالثا من حيث بالنسبة للأحزاب ترشحة في ربع الدوائر الانتخابية فقط والجباة الشعبية ترشحت في ثلث الدوائر نحن هنا نتحدث عن تغير في مزاج الناخبين بالنسبة للأحزاب ونتحدث أيضا عن تراجع ثقة الناخبين في الأحزاب الحاكمة هذا يضعنا أمام استحقاق 2019 الذي سينتظم بعد سنة ونصف نتوقع أن النهضة ستبقى لاعبا رئيسيا في المشهد من حيث تصدرها للمشهد السياسي لا من حيث المشروع الرئاسي السياسي عفوا ولكن من حيث القدرة التنظيمية النهضة كانت مستعدة لخوض هذا الاستحقاق منذ فترة وأعدت قوائمها منذ فترة وعرفت كيف تحتل مرتبة الصدارة ولكن تراجع ثقة ثقة الناخبين في النداء كان لصالح التيار الديمقراطي والجربة الشعبية ونتوقع أن هذا التغير في المشهد قد يتجسد بعد سنة ونصف أيضا نتوقع أن الائتلافات السياسية التي لم تحقق نتائج تذكر ربما ستسعى إلى مزيد تنظيج هذه التجربة وربما يقع فك هذه التجارب الائتلافية التي لم تؤدي إلى نتيجة في هذا الاستحقاق البلدي نعم دينا إذن أحمد الشتير مرأسنا من تونس شكرا جزيلا لك ومن تونس ننتقل إلى الشأن اللبناني وتداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية إذن نجحت القوى الأمنية اللبنانية في تطويق الإشكال الأمنية الذي وقع في منطقة شويفات جنوب بيروت ورئيس اللقاء ديمقراطية النائب نائب الجملات ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلان طلب من جميع المناصرين في الحزبين الوقف الفوري لكل أنواع الاشتباك بينهما في منطقة الشويفات وكذافة صال هاتفي بينهما ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع طريق على الطابول الخامس الذي قد يدخل على خط الإشكال ودفعه نحو مزيد من التصعيد ومن بيروت ينضم إلينا مراسلنا محمد الجراد محمد اليوم الأوضاع الأبنية إن كان في بيروت أو إن كان في مختلف المناطق اللبنانية لسيما بعد الإشكالات تأخرها إشكال الشويفات بالأمس نعم دينا كانت ردود الفعلة السياسية والحزبية على هذا الإشكال الذي طرأ أمس في الشويفات كانت جميع تصف خانة التهدئة وعودة الإمور إلى عقالها ووأد الفتنة وذلك في تصريح واضح لمفاوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي وقبله تغريدة للنائب وليج جنبلاط وتماهى معهما في ذلك الميرطلال إرسلان الفعاليات الروحية الدرزية وحتى الحزبية وأكثر من طرف سياسي كان له رأي واضح وفي زاوية واحدة من هذا الموضوع على مستوى الشويفات وحتى غيرها من المناطق والتي شهدت أكثر من احتكاك وأكثر من أشكال أمني لم يرتقي إلى هذا المستوى المستوى التقاظف بالاشتباك بالأسلحة الرشاشة وقضائف الأربجية والتي ذهب ضحيتها المسعف في دفاع المدني على أبو فرج أيضا القرار وزارة الداخلية بمنع تجوال الدرجات النارية التي لا تحوز بجعبة أصحابها استثناءات من وزارة الداخلية بحكم أعمالهم طبقا للشركات التي يعملون بها اليوم تنتهي مهلة 72 ساعة التي ملحتها وزارة الداخلية ننتظر المقبل من الساعات لمعرفة إذا هذا القرار سيتم تمديده من عدمه الخروج نظريا من المشهد الانتخابي في بيروت وباقي المناطق لا يزال بطيئا على مستوى الصور ولا فتات حيث لم تنتزم كل البلديات بعد بإزالة الصور ولا فتات إنما الحركة بطيئة في هذا الشأن سيكون أيضا قرار لوزارة الداخلية والبلديات بهذا الشأن صارم بإزالة كل الصور ولا فتات في هذا الصدد طيب محمد هذا على المستوى الأمني لكن على المستوى السياسي وأيضا نتائج الانتخابات كيف تبدو أبرز التصريحات كيف يبدو المشهد أيضا على مستوى نتائج الانتخابات ما بين التحالفات والكتل ما إلى ذلك كما بدنا نعلم مدينة أفرزت هذه الانتخابات بالقانون النسبة الجديد المعمول به للمرة الأولى في لبنان توازنات وتكتلات جديدة سواء ارتفع عدد كتل معينة أو انخفض أبرز الكتل وأكبرها سيكون تكتل لبنان القوي بـ 29 نائبا بين 22 نائبا للتيار الوطن الحروة تسعى لحلفائه من ضمنهم المير طلال إرسلان أيضا كتلة المستقبل بـ 21 نائبا حركة أمل 17 نائبا حزب الله 14 نائبا القوات اللبنانية التي تقريبا داعفت من عدد نوابها 15 نائبا والاشتراكي بتسعة نواب هذه أكبر الأرقام في المجلس التوازنات ستعكس صورتها اليوم العشرين من أيار موعد انتخاب رئيس مجلس نواب ونائب رئيس مجلس نواب والرئيس والرؤساء واللجان أعضاء لجان الشعب الرؤساء واللجان النيابية التوازنات ستفرض كلمتها بحكم الكتل والأعداد التي أفرزت هذه الانتخابات وبالتالي المشهد سيكون بانتظار انتخاب ويرجح ذلك تمديد سادس لرئيس مجلس نواب نبيه بري الذي هو رئيس مجلس لنواب منذ العام 92 سيكون هناك انتخاب لنائب للرئيس عن المقعد الأورتودوكسي ويترأس هذه الجلسة يومها رئيس السن وهو النائب ميشيل المور التوازنات هذه ستنتقل إلى ملف تشكيل الحكومة الذي يعد إلى حد ما معقد نسبة لأن البرامج الانتخابية للكتة الانيابية والأحزاب ستكون هي الفرصة فيها لتبرير وانجاز ما وعدت به هذه الأحزاب أمام مكيناتها وأنصارها وجماهيرها في كل فترة التحضير للانتخابات سيما الحقائب السيادية والحقائب الخدمتية والمالية سيكون هناك ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى المناطق الآمنة والتي بات بإمكانهم العودة تدريجيا وفق ما يقول رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون وأيضا كبار الأحزاب وأعضاء الحكومة لأن الملفة يشكل عبءا على كاهل لبنان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفي بعض الأحيان أمنيا هناك أيضا ملف الكهرباء وملف استدراج النفط نعم نعم الزميل محمد شكرا جزيلا لك إذن رأى الرئيس اللبناني ميشيل عون أن القانون الانتخابي الجديد قد حقق صحة التمثيل وفي كلمة وجهها إلى اللبناليين دعون الكتلة على تنوع انتماءاتها وتنوعها السياسي إلى الاجتماعي تحت قبة الندوة البرلمانية لتحمل مسؤولية العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة سأسعى من جهتي مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس العتيل دوره الرقابي والتشريعي فيكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التي تهم اللبنانيين ومناقشتها لسيما منها تلك التي ستكون محور حوارنا الوطني الذي اعتزم الدعوة إليه كما كنت أعلنت سابقا بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته الواردة في وثيقة الوفاق الوطني رئيس الطيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أشار إلى أن تكتل الذي يضم الطيار وأحزاب وشخصيات حليفة وصديقة وهي الدعام الأساسي لرئيس لبناني ميشيل عون والعهد الحالي وفي كلمة له بعد اجتماعي تكتل لبنان القوي قال أن التحضير يجري الفساد ومع مين فينا نتعاون لنقدر نلغي الفساد كيف بنا نعمل ازدهار ومبنى على خطة اقتصادية واضحة بلشنا فيها بالحكومة ولازم لازم تتبلور بإجراءات اقتصادية بشكل دائم كيف بنا نعمل انماء بالمناطق خاصة نحن كنا بخمس أخضي يصرنا موجودين اليوم بخمسة عشر كداء معنيين نهتم فيهم ونهتم بالأخضي اللي منا نمسلين فيها بشكل مباشر حصول المقاومة وحلفائها من جميع الطوائف والمذاهب على نسبة وازنة من مقاعد البرلمان اللبناني يعكس معطا جديد يضاف إلى المعطيات الإقليبية والتي تجري رياحها بعكس ما تشتهي سفن أطراف إقليميين ودوليين لم يخفو مشروعهم المقاومة اللبنانية متقدمة داخليا ورقم صعب إقليميا تلك نتيجة تلحظها العقول الباردة بعد نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية ومع استمرار المعركة الإقليمية وإذا كان لابد من ربط هذه بتلك يبدو حلف المقاومة اليوم في موقع إدارة الفوز السياسي في لبنان فيما يبدو أعداء المقاومة وخصومها في الإقليم أمام معطيات مخيبة ربما ستدفعهم إلى إدارة فترة ما بعد الخسارة السياسية في لبنان بشكل آخر بعيدا عن صخب الحملات الانتخابية شكلت الأحداث السياسية الجوهرية في لبنان ومحيطه منذ سنوات مؤشرا واضحا على تعزيز وضع المقاومة اللبنانية فمشاركتها في الحرب السورية منعت استنساخ هذه الحرب لبنانية ميشيل عون أحد أبرز حلفاء المقاومة حصل ذلك قبل أن تتابع مسارها التصاعدية لبنانيا بتحرير الحدود اللبنانية السورية من تنظيمي داعش وجبهة النصرة بالتعاون مع الجيش اللبناني في مقابل ذلك كان خصومها في الداخل اللبناني على مواعيد متتالية مع الانتكاس وتجلى ذلك في انفراط عقد قوى ما يعرف بالرابع عشر من أذار على نحو النهائي لكن الحدث الأبرز كان احتجاز السعودية لرئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري نتائج الانتخابات إذن تبدو غير مفاجئة ضمن هذا السياق السياسي المستمر يبدو حزب الله قطب الرحى في أي معادلة سياسية يحكم لبنان على أساسها وهنا تكمل الخسارة الواضحة للمحور الإقليمي المعادي للحزب من إسرائيل إلى السعودية ومن يسبح في فلك السياسات الأمريكية في المنطقة نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية أسقطت جزءا كبيرا من الدعاية حول التملم للشعبي في لبنان من خيارات المقاومة الإقليمية وإذ يبدو أنصار المقاومة انتخبوا إقليميا أكثر من انتخابهم داخليا تقرأ المقاومة في نقاط الضعف ولعلها من أجل ذلك طرحت ضمن برنامجها الانتخابي محاربة الفساد ووضع المشروع الاقتصادي الاجتماعي ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة إذن مشاهدين كانت هذه الانتخابية التي قدمناها من استوديو الميادين في بغداد للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين بالإسبانية المتابعين بلغة الإسبانية بالإضافة طبعا إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي فريق أعمال الميادين في بغداد يشكو لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة